أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة على علم بتقارير عن تخطيط إيران لزيادة طاقة تخصيب اليورانيوم مشيرا إلى أن واشنطن لن تسمح لطهران بتطوير أسلحة نووية كما أعلن بومبيو أنه على الإيرانيين الموافقة على 12 مطلبا أمريكيا حول برنامجه النووي والصاروخي وأشار الوزير إلى أن الأوربيين لم يفعلوا شيئا تجاه البرنامج الصاروخي الإيراني للضغط على طهران لتغيير مواقفها التخريبية في المنطقة وكانت الولايات المتحدة قد كررت مرارا موقفها من إيران ورفضها القاطع أي محاولات إيرانية لرفع قدرة تخصيب اليورانيوم